اشتركوا في القناة 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 نقول لك بش نموت ولا واحد رحمني أختي ولا حد حتى الشقبية شاف فقط رب العالمي شي وصلوني ناس اللي حتى إثاثي بعتوا ديني تي بعتها نسبح بأولاد يزيد في اللخر نزيد نقل لز وهو وقلوا ما نغني معتش عندي الديني يشري تليفونات مصروقين يمشي الحبسة يتحكمة بعام تصبح رفيقها من جرة العباد حبسوا علي حتى الخدمة وقتي أنا حكيت عليهم ما عادش حتى محل ندخلوا أختي والله مقمت لانتي قام انتك موفي وقالوا اللي عبد لبسها لها وعندها وما خلوا ما عملوا وصلت أختي 100 فرنك ما عنديش من كان جاء قلبي خايب حتى البنكة مش نزيدك أبسط حاجة مشيت للبنكة قبل ما يتوقف راجلي مشيت للبنكة الاستيبام تبع الدولة اللي تعامل معاها وعطيتها فلوسي تدور فيها على الشعب وتدور فيها للدولة بطيتها الفلوسي نحط لها فيها في البنك حط في فلوسي بانكة استيبام نخدم يا عباة زوالي عندي نخدم عندي ما عدتها فمت فلوسي هذي مخبيتها في البانكة جاني رجل لعمل أختي عمل لك اتماع فيه ونعطيني 100 دينار وبيع ما شمو وكي جيت حكيت ولا حكاية قلت لها ما عمان قلت لها ما عمان غني زوالي معنا حتى كلمت في فلوس هذيك غني غني وصلت لحالة معناه بش ربي سبحانه ويعطيني معناه ليمشي عليها من نسق بل خافي يا ربي وبرسمك للذرني ركي الظرني مش تذر اقوى ومزيت الظر وكي ما تذرنيش رو ربي سبحانه يعطيك علاقة قلبك ايش عاملوا واختي رستني نمشي نمشي البانكة قلت لها عطيني فلوس امان غرم صغري يقراو خليني ندعوهم اسكو يقراو خطر ببايهم تخلي الحبس ولزد بي الظروف ما عنديش ارى الناس هذي حطتني تحت السقين وهكوها قلت لي ليه منجا مش نعطيك اختي ومنجا مش نسلفك حتى فلوس قلت له امان هل يعقل اينا عطيتك فلوس استيباب بانكة بتبع دولة حطيت عهندك واينا ما نلقاكش وقت تحت بي الدنيا والعباد هذه حطتني تحت سقها ومشوني تعرف اختي نشق ما نلحق نمشي للمحكمة ترسيني في قضاء في المحكمة هذي ساعة ناخد ساعة النقلة بتاع المدرسة بتاع ولادي الزوزي اللي يجيبوا في 15 معدن ناشحين نعمل الورقة هذو ما ما نجيبهم من المدرسة نعمل قضية عند الرئيس اللي كونه يناخذ كفيلة سيد الرئيس رو راجلي تحكم بفلين فوليني تحكم بحكم هكو عطيني كفيلة باش الرجعة صغاري يقرأوا في المدرسة انا احنا عطوا في جان في صغاري لتوا ما راجعوا باش نا باه باه كي مشيت للمدرسة عطاتني الوحدات متاع المعائم ماعني هوليدك ما يقرأ واش توا سنيت المحكمة عطاتني الكفيلة ذي الكفيلة من الرئيسة مسيدة الرئيسة اللي كوني انا معناها رم صغاري متكفلة بهم وناخذ معناتها باش نرجع نقررهم ما ما نرم يقرأوا في حال تقرأي اش يعملوا لي نزيدنا رجع ناخد من الكرنيات بتاع المتحانات اللي فاتت الشهر اللي فات غياب 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 ما حطوا ليش اللي ينم لا اسفير لاش يتلى عليه باش صغاري ما يدبلوش ما باش حط لي اسير وقفت زيتها معاي خطر ولادي يجيبوا في خمسطا يعطيها الصحة وكثر خيرا قلت كفا ما ناس تخافرهم خطر ولادي يجيبوا في خمسطاش معدل حزتني الناس على خطر ما شو ما قالوا لباس عليها لباس عليها حطموني تحتيمة ما كانت لكش على البال نزيدش يصير لي اختي يموت خوية الاربع اللي فاتت شاء الله ربي يرحموا يرحموا ينعموا سور انتي ميات فرنك ما عادش عندي وترهنت مع الناس نشق ما نلحق لني نمشيل ويقول لك ما عاد بهوين ما عندي ما نعمل نسا ذي واصلة للا ما نلع مره واصلة وعندها يد وعندها حاجة اخرى كي ما خارجش اللي عليهم قالت عملتلي السحر تعمل فيها باش العباد متش في قيامة الحق كي ما وصلت كان وريك الحالة شعري هكا منتش وهب الطابوت هالي يعقل يا اختي وليدي يجيبوا في خمسطاش معدل نسلم امر ربي نشكل الدولة الكل واللي عالم الكل يا قيس سعيد رجل العمال يقتني وانا في بلادي ويعمل فيها الشر وح ويعف السيا وانا طوا جان في هذا والله جان في طوا نحنا فيه ولادي مراجعش يقل ويجيبوا في خمسطاش معدل تعرف اختي جيبوا في خمسطاش معدل خذيت النقلة وخذيت الكفالة وخذيت الدنيا كل مشي درجة ويش قالوا ليزاد ورجعوني ارجع زيدي جيب نظام نوكيدي وبس سبهم ما هو المشكل اللي خليهم ما يقراوش طوا لحظة دور بتابليت ولادي اللي انا بيجيبوا لي في خمسطاش معدل يا ربي العالمين يوريكوا الفيديو باش نهبطوا باشي انتقموا فيا وراني ما عندي شي تحب تقتلوا قولك يا ودي الناس يا مسؤولين اقتلوا ميرا وفما ربي عندك حاجة تعديت على ولاية صغار وتعديت على روح بشرية خوية خلقت عليه القبر وميت في الجلاس يدفنوا فيه لحضرت على الخسيل لحضرت على خوية ولا شفته بصوا من عينوا منكمة الانتقام متع السيدة ذي الفنانة ورجل العمل وردتوني نكذب وربي سبحانه زاد اخذي حق ريت طوا يا عباد كم مشكمش تاخذوا لي حقي را وربي مش يخذي حقي اقوى منكم انا طوا يا اختي وقول الرئيس قيسة سعيد راك انتي عندك صغار كان يجي والناس هذي يعملوا فيك هكا يا سيد الرئيس تحط صغار يقرأوا وناشحين ودنيا كما قالوا فاك الجوار وقتلوه ويعملوا لي لليانا ويقتلوني كما هكا را حرام عليكم راني انا نطلب منكم اعطيوني حقي اعطيوني حقي وشوف البنكة عملتلي وشوف العالم وكل جا عمل راي اختي بقات قهرتي فيدي يا اولادي توا ميت فيدي نحكي لك شي عملوا لي حتى ما عادش نلقى باش نتعش وصلوني اختي من بيت في الشارع طرف اختي ما نستحقش اليمي انا يقوتك شا بي تحبس ناس بكاتة علي خطر ما نستحقش ما نش غدارة ما نش خبيثة ننبيع حتى عدوية منبيع ريت رجل عمال هزوه على طبوي ذمويل هربوه ورشغشي وبعد رجعوه اختي شقاه شلع رجعوه سفول وضعيت وفضها المشكلة طلع هو ما هوش طلع هو ما هوش وهو رو عنده طبوي ذمويل وطلع رشغشي وفضهمه وفالاخر قال علينا العالم قال مراي مهبولة طفلة ذيكتافهم مراي مهبولة تعمل كونتو تعمل الدنيا ذي وتصل للقضاء شلزني لي القضاء ذي وشلزني الكفالة شلزني أنا صغاري كانوا يقرأ وكنت تخدم في المشموم اللباس عليها جت السيدة ذي تعدت عليها في بابا رازي وتعدت عليها في المحل وربي خرجها دي جع ربي خرجها منه المحل ورجل العمال تشد على التبويذ ورجع هربوه ورجع معاني تخدمه معاه وانا زوالية لا تزحتنا زوالية خليليك الكلمة الأخرى خليليك كلمة الأخرى هنقول لك سيد قيس سعيد راني أنا الدنيا ذي نعرف كل شي فيه ميراني متبارية ابعدوني خنخدم ولا تحب تقتل أقتل